هل من الممكن ان يحكم الفكر الاشتراكي امريكا بيرني ساندرز يجعل ذلك اقرب في كل خطوة يخطوها كفوزه في نيفادا اخواني واخواتي اذا وقفنا مع بعضنا بعضا لن نهزم ترامب فقط بل سنحدث تحولا في هذا البلد ونوجد حكومة واقتصادا لمصلحتنا جميعا وليس فقط للاغنياء هذه هي الافكار التي الهبت مشاعر الشباب الذين شكلوا قاعدته الانتخابية الاساسية ولكنه عزز ذلك بتحقيقه تقدما بين شريحتين مهمتين قويتين في نيفادا الامريكيون من اصول اللاتينية واعضاء النقابات العمالية مرشح اخر يتناقض فكريا مع بيرني بدى مرتاحا ايضا جو بايدن نائب الرئيس السابق اوباما وهو من ابرز وجوه الجناح التقليدي في الحزب وقد حل ثانيا بعد نتائج مخيبة في الولايات السابقة لدي شعور جيد حقا الصحافة مستعدة دوما لاعلان نهاية الناس لكننا ما زلنا موجودين وها نحن نحقق العودة وسوف نفوز ما زل الصراع الانتخابي بين جناحي الحزب الديمقراطي في بدايته وهناك مرشحون اخرون طبعا في واشنطن استقبلت ترامب الاخبار بسخرية وعلق عليها على تويتر مهني اند بيرني ساندرز ومحاولا استغلال الاختلاف بين الديمقراطيين يخشى كثير من الديمقراطيين من ان يكون ترامب على حق وبان فوز بيرني بترشيح الحزب الديمقراطي لا يمكنه في النهاية من الفوز بالرئاسة لان شرائح في المجتمع لن تؤيد رسالته التقدمية لا شك ان كل خطوة الى الامام يخطوها بيرني ساندرز تصاعد من مواجهته مع ترامب لكنها تزيد ايضا من الجدل داخل الحزب الديمقراطي حول المرشح الانسب لتحقيق هدف الحزب في ازاحة ترامب عن عرشه رافد جبوري العربي اشتركوا في القناة